اشتركوا في القناة ما كنتش في مصر مبدأ اي دي حاجة الحاجة التانية واحدة زي لاي العلوي والدتها كان بتعمل عمل اي الهام راحت مثلا في الافتتاح صدفت ان كل الناس حصلهم ظروف في الفترة دي بس ده مش معناها ان احنا بنقاطع سيدة الشاشة العربية لان ده غير صحيح وانا بوضحها على الملأ ليه علشان تفهم مننا احنا ان احنا بنحبك جدا بنحترمك جدا واحنا نجيلك لو في اخر الدنيا بس فعلا كان كل حد فينا كان عنده ظرف عشان نوضح ده علشان اللي بيكتب بقى الكلام اللي هو ملوش لازمة يعرف والله انتي سبقتيني يعني انا كنت كنت حوصل معاك لنفس المنطقة كويس ان انتي فتحتيها برضو بس انا كنت حسألك سؤال تاني بس انتي جوابت عليه خلاص كنت حاولك ايه رأيك في اللي تكتب بخصوص هذا الامر يعني اساسا ايه ايه فايدة اثارة مثل هذه الزوابع اولا انا بتصور ان لا جدال ولا النقاش ولا كان لازم يبقى فيه اي كلام في الموضوع ده هوت حتى بين السحفيين وبين بعض ان سيدة الجيل سيدة فتن حمام حتى لو كانت سيدة سعاد حسني عايشة على قيد الحياة كانت قالت نفس الكلام فيعني هم بيختلفوا في ايه لا وليه ولا دي قالت ولا دي عايزة وهذا لا يعني اطلاقا انه مكانت سيدة سعاد الله ارحمه حسنا قليلة طبعا يعني ولا مكانت مادام هندروستوم ولا مكانت مادام شديا ولا اي حاجة خالص بالعكس كلنا بنحبهم وابنى عشاءهم وليهم في قلوبنا مكانة هم اللي خلولنا وجود النهاردة من خلالهم اشتركوا في القناة